حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد لا تولعز والله لا أعبد أبدا قال فتقول خديجة خل لا تخل العز قال كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يترجعون